موسيقى ضافتنا لليوم بلشت مشوارها المهني من محل ما أنهت مشوارها الأكاديمي انتهت من مرحلة البكالوريوس من جامعة النجاح الوطنية في تخصص هندسة الحاسوب وعادت إليها بدرجة الدكتورة لتكون رغم صغري سنها قائدة في مسيرة إعداد جيل واعد من المهندسين والمهندسات بصمة مهندسات لهذا اليوم تحدثنا عن بصمة المهندسة مونة نبيل ضميضي أهلا وسهلا فيكي دكتورة مونة ويسعد صباحك يسعد صباحك ميساء سعيدة جدا اليوم بتواجدي معكم شكرا كثير على المقدمة الحلوة كثير وأنا سعيدة جدا في وجودك معي ودوما فخورة فيكي مونة وأصدت أول مونة نبيل ضميضي لحتى نوجه تحية للدكتور نبيل شكرا كثير لك وأنا كمان بوضع صباح الخير أكيد مونة خلينا نبدأ معكي أول سؤال يمكن أنت بتتعرضي له دوما كم مرة بيخرب يشوف فيكي أنك طالبة مش دكتورة في الجامعة دائما دائما مخرج كان أول واحد اليوم اليوم بقولي مرحبا طالبة بالجامعة اتلا لا دكتورة دكتورة احكي لنا عن تجربتك في التعليم بداية بالبداية كثير أول إشي تجربتي في التعليم رائعة جدا فكرة أني أنا قرب السن بينه وبين طلابي يعني ساعدتني أكتر ما كانت أنها هي عامل مش مساعد بتحس هي جاء أكتر صداقة مع الطلاب فاهمتهم كان كتير لأنه الفرق برضو مش رأد كبير صح فاهم احتياجاتهم فاهم النشاطات اللي بدهم إياهم فمنحاول يعني as much as I can أنه أساعدهم يحقل الأشياء بهم بعد ما خلصتي باكالوريوس هندسة حاسوب كيف كملتي المشوار كيف خططي لحياتك خلال مرحلة الباكالوريوس كان دائما حلمي أكون دكتورة حلو لأنه كنت كتير يعني عن صبق إصرار وترصر أجب عن صبق إصرار وترصر كنت حابة جدا أنه أكمل بالمجال هندسة الكمبيوتر لأنه كنت حاسسته من التخصصات لإنها مستقبلي كتير واسع فخلال فترة دراستي بالجامعة قدمت للماجستير فأول ما خلصت كنت أورادي بس بالصمر كانت هي البريك الوحيدة بحياتي يمكن وبعدين في شوريكات وكانت بريكات نهائية كملت ماجستير ودكتوراه وراء بعض ببريطانيا فهو بعد تبره حلم متحقق الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رجعتي لهون بس شغفك منتهى لستك متعلقة في البحث والشغف فاليوم مونة ما بتهدى يعني مونة دوما بتشتغل أبحاث وبتعمل شو الأشياء اللي لفتت انتباهك في عالم الكمبيوتر ساينس لحتى كملت فيها أبحاثك وشغلك؟ من الأشياء جدا لفتت نظري هي فكرة البرسونالايز لرنينج إنه إحنا كيف نقدر نراعي الفروق الفردية بين الطلاب فمجال بحثي كان أكتر مركز على فكرة كيف أستخدم الذكاء الصناعي حتى نراعي هاي الفروق الفردية حلق كلنا هنا ناخد فكرة زي النظام موديل التعليم الإلكتروني بس الأشياء ما منركز عليها إنه هاي بالنهاية هي أنا بحط كل الكورسات بحط كل الماتيريال كل الطلاب عندي بالشعبة وبالكورس عم باخدوا نفس الماتيريال فالفكرة صار إنه إحنا لازم هاي ماتيريال نعملها أدابتيفيتي للطالب طالب الضعيف أعطيه مور ماتيريال الطالب يعني بيتقدم أسرع أن أعطيه ماتيريال مور أدفانس خاصة إنه اللي بيتعاملوا مع الكمبيوترات صعب عليهم يتعاملوا مع البشر يمتحسي خلاص صاروا البشر بنسرق لهم يعني أنه آوت يعني فيه exactly one zero في الضوت في يعني أكيد كمان هذا مهم للي بيدرسوا هاي الخاصات اللي بيشتغلوا خاصة اللي بيشتغلوا في الكمبيوترات أكيد إحنا بشر مش كمبيوترات فلازم يعملين exactly طب كيف نجحتي في هذا الموضوع لأنه أكيد يعني أنا ما عرفتي في هنا أنا هي مقتصرت في بحثية كمان اشتغلت على هذا الموضوع مع طلابهم فشو عملتي لهم على أرض الواقع؟ بأرض الواقع حاليا عم نعمل تجارب كبيرة جدا فكرتها إنه أنا أعمل التجارب كبيرة جدا إنه بضل ما أنا خلي يجي للتيتشر هو يكتب أسئلة الامتحانات خصوصا أنه إحنا نعمل أنا أساعد التيتشر تكون الواقع جاهزة الطلاب يجابوا هاي الواقع ونعطيهم إحنا منفكرها نسميها التغذية الراجعة بناء على فروقهم الفردية فعملنا لأتجربة مبدئية الطلاب جدا ساعدين حتى بالتغذية الراجعة اللي عم ترجع لهم وجدا ساعدين أنه إحنا نراعي هاي الفروق الفردية اللي عندهم كمان أديش مهم أنه إحنا يعني نشرك الطلاب في العملية التعليمية خاصة في علم متطور وكل يوم فيه جديد يعني فعليا هم لازم يظلوا مواكبين هذا المجال 24 ساعة فشو عم تعملي مع المشكلة أنا عارفة شو عم تعمل فعم بحاول أسألها عشان هي تحكي لكم عن جد المزود اللي عم تعمله من الأشياء الآن أركز عليها أنا بارت بمجتمع من سميه Arab Women in Computing فكرة Arab Women in Computing إحنا نساعد الصبايا في مجال التكنولوجيا إنهم يحققوا الأشياء المقدر يشوفوها هون كيف بور إكزامبل إحنا الطلاب هون منركز عليهم على ناحية ياخدوا الكورسات بعدين ينتقلوا الاندستريال فيلد اللي منلاحظوا إن عدد بالنجال العملي بالضبط نلاحظ أن عدد الطلاب في الجامعة الطالبات خصوصا عالي جدا في مجال تخصص هندسة الكمبيوتر بس لما منروح إلى السوق العمل كتير النسبة بتنخفض السبب؟ السبب بعرفش يعني بتعيد بعوامل جدا واسعة يعني ممكن تكون الكولتشر ممكن تكون الفرص هل طبيعة العمل بحد ذاتها كمان بتحتم لأنه بدها ساعات عمل ممكن طويلة ممكن ممكن تكون سبب هلا بالأرب ومن إن كومبيوتر نحاول نعمل أنه خلال ما هم الطلاب بالجامعة بمرحلة الأندرغراد اللي هي البكالوريوس نحاول إحنا نوجيهم كيف هم يقدروا يحضروا كونفرنس عالمية مؤتمرات عالمية يتعرفوا فيها على مجتمع كامل مش بس من الوطن العربي إذا لاحظت اسمه Arab Women in Computing مش بس المجتمع العربي حتى من جيبناهم ناس من أمريكا ناس من أوروبا من العالم من مختلف أنحاء العالم من شركات جدا عالمية زي شركة جوجل شركة IPM بحضروا تيكنيكال سيشنز بسمعه على تجاربهم ممكن قدموا أوراق بحثية يعني عنا طلاب قدموا أوراق بحثية في مؤتمرات تمت قبل والأرب Arab Women in Computing فكرتها أنه إحنا مش بس بفلسطين إحنا حاليا عنا 22 شابتر لما بحكي شابتر فكرتها كيف تجمع بكل مدينة حلو 22 شابتر منهم 19 صار بالوطن العربي صراحة هو تأسس كحلم كان عنا البروفيسورة سناء عودة هي فلسطينية الأصل حاليا عايش بأمريكا حلمها كان أنه كيف إحنا بدنا نطلع بالأرب ومن في مجال التكنولوجيا فهي أسة هذا المجتمع اللي إحنا نعتبره له هل فعليا قدرت المرأة العربية في مجال التكنولوجيا أنها تعمل بصمة ولا لسه المشوار ما كتم المرأة عملت عملت وشغالين عليها أكتر يعني هلأ من لاقي حتى من خلال المؤتمرات في طلاب أوري صارعنا بشتغلوا بشركات زي مايكروسوفت بشركات زي جوجل ممكن يصير لعنا فكرة من سميها المنتر أنه يتعرفوا وحدا بشتغل بشركة عالمية ويكون أنت عندك فكرة كشركة ناشئة يجي هذا المنتر يساعدك تطوريها وتوصليها لأين أنت بتحب أنا ببروم كتير ممكن مشربتيش لا 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 أعودك منا لأنه كمان لفت انتباهي عملك مع الطلاب في الجمعيات الطلابية نحن دوم بصديف الطلاب أنت اليوم مشرفة على جمعية IEEE مع مجموعة من الطلاب هذا الحبايب أكيد طبعا دوما عندهم نشاطات بس هذا الشيء قديك كمان من خلال الجمعية بتحاولوا أنه يكون في دور قيادي للمرأة أو دور ريادي لإلها بالجمعية الحلوة بال IEEE أنها هي بتضم جمعيات مصغرة داخلها فبتلاقينا عندنا مثلا الجمعية في مجال الاتصالات جمعية في مجال الكمبيوتر جمعية في مجال الطاقة وأكتر جمعية بحبها أنا بايست حكون على الإعلام اللي هي الومن انجنيرين حلو اللي بحاول أعمل بالومن انجنيرين نفس الشيء بنحاول نجيب لهم ناس من سوء العمل يتحدثوا عن تجاربهم يشجعوهم يورجوهم أنتو ش عندك فرص قبل ما تتخرجي طبعا بشكل عام ك IEEE برضو عندنا نشاطات على فكرة مش مع طلاب الجامعات ده وجهنا كمان ده المدارس ليه؟ لأن هالطلاب حتى خلال المرحلة آخر مرحلة بالمدرسة ما متير عندهم تصور شو التخصصات الموجودة بالجامعة صح فآخر اكتفتي عملناها الأسبوع الماضي كنا جيبنا طلاب مدارس طالبات وحكينا لهم عن كل التخصصات الموجودة بالهندسة من خلال طالبات يعني أنا ما رحي جيبت أسالة جيبتها من طلاب لطلاب حتى يشوفوا عن كل التخصص يسألوا أسئلة ممكن أشياء كمان جدا بفتخر فيها عملنا إشي اسمه think like a programmer أسسوها طلاب في اسم قنزة فكر كمبرمج فكر كمبرمج بالضبط عم بشوف أنه عالم البرمج عم ياخد أبعاد كتير سواء كعى طلاب المدارس طلاب الجامعات هل فعلا هذا هو عصر المبرمجين آه وبتنصدمي ميسا أنه حتى من عمر جدا صغير يعني اشتغلنا مع طلاب صف خامس أو سادس بتشوفهم قديهم كتير بيحبوا فكرة البروغرامن كل هاي الأمور حلو طيب إذن اليوم إحنا عدين من نحكي عن عمل متكامل ما بين العمل مع طلاب والعمل مع أسادس في المدرسة عم بيساعد هدول الصغار لأنهم يدخلوا هذا المجال بكير هلأ المضمون العربي مشكلته شوي كبيرة أنه أنت حتى إذا بطلاحظ هلأ إذا منعمل سرش على أي شيء عربي على جوجل بتطلع نتائج جدا دقيقة ففي كتير هلأ شركات ناشعة بتحاول تحيل الموضوع منها شركة أسما وزي وزي شركة أسما موضوع بس المشكلة لسه هلأ ما في إحنا منسميها المعلومات التعليمية ممكن الطلب يوصلها أونلاين بطريقة مرة ممكن أنه اليوم لغة العلم كمان أصبحت اللغة الإنجليزية يس فشو عم نعملها لأعملنا مبادرات جديدة عن طريق طلاب الجامعة مش شرط يكونوا هندسة عنا طلاب طب عنا طلاب آداب فكرتنا أنه إحنا المحتوى العربي للمساقات اللي بالجامعة نحولها باللغة العربية حتى بتصير سهل إليهم يدخلوها ويدخلها هذا الشي عم يعملوا الطلاب يعني هي مبادرة من الطلاب للطلاب وحيكون عندنا إن شاء الله مبادرة أسبوع الجاي مع شركة أسما موزيلا هي بأمريكا فكرتنا نساعدهم يبنيك زي نظام السري أو الجوجل أسستنت اللي هو المساعد الصوتي اللي نحن نحكي معه الصباح نقول لغة ناسم كيف الطأس نعم لسه مشكلة بالأرابيك كونتنت فحنعمل مبادرة نلوم لهم معلومات من طلاب طب هو طالما العلم اللي موجود عن هذا الموضوع هو موجود في اللغة الإنجليزية فمش مهم أنه الطلاب أصلا يأخذوا هذا العلم في اللغة الإنجليزية لأنه بعدين كل الأشياء اللي رح يتعاملوا معها بعدين من لغة الكمبيوتر للغة الشركات رح تكون إنجليزية هي إنجليزية بس أنا فكرتنا كانت هون إنه إحنا نقوّل محتوى العربي لأنه إذا أنت بتلاحظي حتى زي بجوجل أو بالمساعد الصوتي لهلأ ما عنا مساعد صوتي واصل لما رحل نقدر نستخدمه فهي مشترط بس تكون ممكن تكون بعدة مناحي بالحياة حلو يعني أسم الله عليكي العمل المجتمعي شكرا مع الطلاب وعمل الجامعة وكمان أنت ممكن أشرتي لموضوع البحث بس ما أشرتي إنه هو كتاب فهذه التجربة قديش كمان أخذت منك وقت جهد شغل تقريباً صنة ونص الكتاب أنا هو أول كتاب بنشره مش من زمان كنا نشوف صوره مع مخرجنا نشرته بشهر سبعة قدمته فيه عبارة عن طول هي تكنيكال تول وظيفتها إنه أنا كيف أقدر أقيم إذا مثلا فور إكزامبل الكونسيبت أو النولوجي جرافز بقدر أستخدمها بالأدوكيشنال فالتول إن شاء الله يعني هي عم بتطبق أهل عليها الإكسبرمنت الحالية وزي ما قلت لك التغذية الراجعة عن الطلاب جدا مبسوطين كتير مهمة فنصلا نقدر نطورها إيش الصور اللي عم نشوفها هلأ منا هذا كونفرنس للأرب ومن إن كومبيوتين عملنا بالأيو بي الأمريكا الينورسيتي أوف بيروت حالو كان السنة الماضية هاي غلاف الكتاب هاي غلاف الكتاب الترمنولوجي هون هاي من إحدى السيشنز اللي عملناها مع لقاءاتنا بالتقنية من خلال IEEE ومن إنجنيرينج حالو فكرتها إيجوا حكوا لهم عن آخر التكنولوجي عملتها موزلة عشان إيك شايفين هون الستيكرز ونحاول نشجع الطلاب أزمتش أزو كان صح لأنه قدام مهم كمان في مجال دراسة علوم الكمبيوتر إجمالا أو هندسة الكمبيوتر إنه يضل الطالب منتبع على سوء العمل شو عم بيصير فيه تحديثات وتطبيقات بالضبط كيف عم تشتغلوا مع الطلاب لحتى تبنوا معهم إحنا استلاحة مسميها الكرير بس كيف تقدروا تبنوا شخصيتهم بالضبط يعني عندنا الطلاب بالجمعيات بلتحكم السنة أولى وبتلاحظة قد تتغير ما بوصلوا سنة رابعة و سنة خامسة لأنه خلال درستهم هم عم بتعرفوا عن ناس ممكن يجيوا لقدام بيعمل معهم انترفيو الشغل المقابلات فبتحسي هذا الحاجز الخوف راح بعدين من الأشياء اللي جداً بفتخر فيها بالطلاب اللي هي هم صاروا بيعملوا هلأ برتبوا من A to Z بروح بلاقوا سبونسر بروح برتبوا بجيبوا ضيوف يعني هاي سكلز مش معلوم بحصلوا عليها بالإضافة للجمعيات طب في سؤال دوماً بخطر عبال الطلاب أنه أنا حلمي أني أطلع أسافر وانتي كمان جربتي من السفر قديش فعلياً الإنسان بيكتسب مهارات ومعارف كتير عقدة السفر كيف تجاوزتيها مونة؟ يمكن أول 6 شهر كانوا أصعب 6 شهر بحياتي لما طلعت بس لا هي الفكرة العقدة تبعت أنه أنا كيف بدي أسافر أنه اليوم الكل عنده عقدة أنه السفر ما بصحلة من مكان وش كتير صعب الكل بيفكر بقصة الواسطة وكل هاي التفاصيل فأنتي كيف حققتي هذا الحلم؟ بتهيأل الواحد يعني هي الفكرة ما بتصيرها هلأ بوقتها أنت لازم تكون محضرتينها من قبل يعني أنا مثلاً فكرة لما سافرت ما روحت قلت بس بدي أسافر أنا من قبل سنة كنت محضرة للامتحانات هي القبول بالإنجليزي زي في عنا امتحان اسمه ايلز امتحان اسمه طوفل طبعاً كل جامعة بيختلف يعني الجامعات ودك تعرف أنت ويندك تروح؟ بالزبط دكتبنا تحضرها قبل بسنة ومش بس هيك بدك تقرأ عن الجامعة شو بتخصص أنت بدك تكمل فيه وبعدية هلأ يعني اللي بشايفته أنا فيه كتير صار عندهم فرص لمنح وبعثات سواء من خلال الجامعة أو من خارج الجامعة وسهل جداً الطلاب بحثوا عليها كلها الأثر موجودة على الإنترنت وعند مركز البعثات بالجامعة أصلاً عندهم ويبسيت هلأ كامل يوجهوا الطلاب لأين ما يروحوا كنوش فيه فرص حلو بالزبط فهي الفكرة أنت لازم تحضر ما بنفع تقول أنه أنا بكرة خلاص بدي أسافر لأنه معظم المنح بتفتح أبل بسنة أصلاً صحيح وأول ستة شهر جداً كانت صعبة 22 سنة خلصتي جامعة وطلعتي على بريطانيا أول ستة شهر كانت جداً صعبة يمكن لأنه أول مرة بعيش لحالي بس تعرفي بعدها بتشوفي قدي أنت عندك سكيلز أنت مش كينة مكتشفتيها بحالك زي مثلاً أنه صاري كتير تعرف على ناس جداد ناس من بشنسيات مختلفة مشارطة يكونوا بريطانيين بالضبط ممكن يكونوا ناس من الهند ناس من الأمريكا ناس من المغرب فبصير تتبادل هاي الثقافات وهاي الكورشلز كلها بتقوي أشياء أنت ما كنت عرفتها في حالك حل طب وبعد هيك مونة أنت ما وقفت السفر يعني أنت كل سنة بتطلعي بتحاولي أنك تعملي بحث أو تعملي تبادل بالضبط مع جامعات بريطانية هذا الشي برضو كمان قديش بفيدك في مجال التعليم؟ بفيدي على مستوى الشخص أني أنا بظلني مواكب التغيرات في مجال التكنولوجيا يعني الكتابي اللي كتبته كان مع البروفيسور بجامعة بريطانية جداً متخصص في المجال فبظلك أنت توسع دائرة المتواركينج الموجودة وكمان بالإضافة لهيك عم بطلع كتير مؤتمرات زي عندي إن شاء الله الأسبوع جاي طالعة على أمريكا لمؤتمره اسمه أمازون ويب سيربسز هدفه أنه إحنا هذا ندعم كمان الـ لأنه هو نوفرهم كل هاي الأمور حلو طيب إذن أنت اليوم خطتك وشغفك ما انتهى وين شايف حالها مونة بعد هذا المشوار اللي يعني ما شاء الله عليه سؤال صعب جدا صراحة ما فكرتش فيه مجي كتير فكرت فيه بس من الأشياء هلأ جدا مركزة عليها اللي هو إحنا كيف ندعم الـ ومان فحاسست أن هذا يكون الباشا لقلي لخلال الخمس سنوات الجيد حلو إحنا هنا في عنا سؤال للطلاب لو يرجع فيك الزمن لو ورا وين بتكون مونة لو يرجع فيها الزمن لو ورا وين بتكون بالضبط ما وان ما أنا هلأ واثقة من كل القرارات حتى والأشياء المصائب اللي عملتها كمان واصل لها جدا أكيد إحنا نتمنى لكل التوفي دكتورة مونة يعني سعيدة جدا فيك شكرا جدا شكرا جدا لكم شكرا على استضافتكم والحديث معك كان ممتع شكرا لنقابة المهندسات اللي عم بتعرفتنا عليكم بحب أشكرهم أنا من هون وبحب أشكرهم كمان كتير عم بيساعدونا بأنشطة عم نعملها بالنقابة كان آخر إشي اللي هو الأورنس للبرست كانسر حلو صام شكورة لجنة المهندسات في النقابة المهندسين وبخص بالشكر خالتي المهندس نرميد البارك أكيد إحنا نوجه لكل تحية كل تحية إليك شكرا إليك ويعني سعيدة جدا في وجودك معنا ومنتمنى لك يعني نجاحات أخرى لحتى تكون يضافتنا مرة تانية أكيد بشرف نشكرا لكم يا هرا فيك